السبب هرخي الأزامة طبعين فتح الفاني صباح الشركة وينزل بروكر عندما أقول لكم كريم أجد اليوم 12 نوفمبر 2020 وهنا نتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب استمرار الأداء السلبي لأسعار الذهب طبعا وتحسن شهية المخاطرة بشكل كبير بعد أعلان شركة الأدوية فايزر والشركة باونتيك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية أن اللقاح كورونا اللي بتعمل الشركتين على تطويره وأظهر نتائج إيجابية للغاية حيث أكده طبعا التجارب التي تم إجراءها أن اللقاح كورونا فعل بنسبة 90% في اللقاية من الفيروس ده يمكن الخبر اللي أثر بشكل كبير على شهية المخاطرة ونخفض أسعار الذهب ما رح ما كانش عندنا بعين أتهمى النهاردة في انتظار بيانها من شأنه أن يؤثر في الأسواء هم 10 أسعار المستهلكين الأساسي ده طبعا يكون بثثناء الغذاء والطاقة الشهر الشهر الأكتوبر الأمريكي متوقع عليه 2 من 10 في الميوديكت نفس نتيجة الشهر الماضي أيضا معادلتها شكاوة من البطالة الأمريكي متوقع عليه 735 ألف مقارنة بالأسبوع الماضي اللي كانت 751 ألف دي كانت أعمل بيانات وعمل أخبار ولذلك خلونا ننتقل مع بعض وتوقعتنا اللي على مدار اليوم النهاردة زي ما احنا شايفين طبعا أداء السلبي الكبير وكنا تذكرنا لحضراتكو في فيديو سابق أن شكل سماتريك التريانجل كان يتكون للذهب وعشان طبعا يمتد أو يستمر الأداء السلبي دا اللي حصل إذن هو يكسره طبعا وكسر 13.618 في البناتشي واستمر الأداء السلبي ولكن استضم بالألف تنمية 63 ومنطقة دعم غاية في الأهمية ولكن فرصه أن يكسرها كبيرة جدا خلال طبعا تدارة اليوم أداء سلبي على اليم اي على طبعا الستكستيك على الفلاترين تقاطر المتوسطات السعرية الأسفل استبات السعر أسفلهم كل دا ضغط عليه بشكل كبير لذلك نتوقع مزيد من أداء السلبي بشرط كسر الـ 1236 علشان يروح للـ 50 وراها الـ 1236 مرتاني كسر الـ 63 وراها الـ 50 وراها الـ 36 حان سنهل بالآخر والمعاكس ستحقق بكسر الـ 1286 علشان يروح للـ 97 وآخر نقطة عند الـ 1908 وكذا نكون وصلنا لهاية الفيديو وبأتمنى لكم أكيد يمتدى والآمن بشكركم على حسن تبايتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا